السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم أخوكم مجرد إدريسي عبدالي فورجيسيون أكاديمي اليوم شاء الله في هذا الفيديو هذا سوف نرى الصرح الفورمسيون كونتابيتي براتيك سيغولوجيسيال يعني ما يجب أن تقرر في هذه الفورمسيون ومن تتصلح مدوى على بركة الله بالنسبة للفورمسيون الأول ما أقوله من الناس المعنيين بهذه الفورمسيون يعني من الناس الذين قدروا يجبون هذا الفورمسيون الناس الذين يستفدون معهم الفورمسيون كونتابيتي براتيك سيغولوجيسيال هم الناس الذين قرروا كونتابيليتي جنرال سواء قررها في المياني أو في الفاك أو ايكور بريفي يعني يجبون تكون قرر كونتابيليتي جنرال كاملة لماذا؟ نحن نقوم براتيك هذا أول شيء البراتيك يعني كيفية تخدمه في الناس كونتابيليتي تكون داخل الشركة طبعا في داخل الشركة لا تحتاج إلى شفائيين تحتاج إلى شفائيين التي ستعرف تعامل معهم كيفية تحتاج إلى كونتابيليزيال طبعا في الناس وعندما تتصنعنا سوف نعمل في جرنو أكسليال ليس جرنال كلاسيك التي تحتاج إلى في الفاك أو في التكوين المياني وعندما تحتاج إلى فورمسيون كونتابيليتي براتيك سوف نعرفه على كغيال يعني دوسية حقيقي للشركة التي جمعناها سوف نجمعها في بعض الأحيان كما تتجرب معي الدوسية دوسية تكون على شكل هذا تكون فيدي عضو بالنسبة لي بانكز في روالي يعني سوف نعمل بانكز نعمل لعضو بانكز المائكز نعمل بانكز هذا هو مصدر الغابة و الأفضل يجب أن تكون هذه الأمور بشكل جديد فهذا هو يوجد سيحدث من الرائصة الأسفل البدايسية هناك مع الهجة زوجة والسيوانية كما تعرضون مساوعة الأسفل الانتظار و أ сторону المشكلة و أن تكون المشكلة في المشكلة او الاختاحة كبيرة السيء الصحية على تطبيقات العديدة كمن المشكلة الدولية بالضبط من ذلك فيها دو موى. دو موى عبارة على ثمانية الحيثة. كل سبت حيثة سوى حيثة من الجوجون الستة أو الحيثة الصباح من تسعود الاثناش. هذه الحيثة تكون ثمانية الحيثة. كل سبت حيثة يعني دو موى. والبريد يكون بري غلوبة تدخلص مرة واحدة على الدو موى كاملة. هذا فيما يخص كونتابتي براتيك سورولوجيسيال. إن شاء الله نتلقى مع الفيديوات الأخرى. ترجمة نانسي قنقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.